موسيقى أهلا بكم من جديد في سؤال الساعة بعد باريس ضربة رهابية أخرى في عمق أوروبا في بريكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي جاءت عقب تسرع تحقيقات انطلاق من العاصمة البلجيكية في اعتداءات باريس لنوفمبر الماضي التي أوقعت 130 قتيلا في مثل الثاء الماضي اهتزت بريكسل بفعل تفجيرين الأول وقعة في مطار بريكسل لفتم الدولي حوالي الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي تلاه انفجر ثاني بعد حوالي عشر ثواني في قاعة الرحلات المغادرة في وساعة الذروة حيث كان يقف مئات الأشخاص عند نقاط التسجيل وبعد نحو الساعة بعيدة الساعة التاسعة انفجرت قنبلة يحملها انتحاري في قطار بيترو كان يستعد للانطلاق من محطة ماننبيكا الواقعة في قلب الحي الأوروبي قبل ذلك قبل أسبوع في السابع عشر من هذا الشهر باغتت عملية أمنية خلية أو نواة خلية في حيفوري وتمت العملية في إطار التحقيق الكلاسيكي لفريق المحقيقين الفرنسي البلجيك الذي تشكل بعد اعتداءات باريس في عمل عادي للغاية في شقة كان يعتقد أنها شاغرة لأنه لم يكن هناك أي اشتراكات للمياه أو الكهرباء لكن قوات الأمن وجدت نفسها أمام ناشطين مدججين بالسلاح تم العثور على أحد عشر مخزن كلاشينكو في الشقة وخلال العملية قتل شخص محمد بنقايد يبدو أنه ضحى بنفسه ليؤخر الشرطة ويسمح لشركائه بالهروب ما أظهر أن حياته أقل أهمية من التنظيم ومن شركائه يوماني بعد ذلك في التاسع عشر من الشهر اعتقل الهارب الشهير الصلاح عبد السلام الفار في اعتداءات باريس خلال مدهمة مسلحة للشرطة في نفس الحي موليمبيكو الرجل هو المطلوب الأول في أوروبا المشتبه في أنه تولى على الأقل دورا لوجستيا في اعتداءات باريس والمثير أنه تم توقيفه في الحي الذي كان يعيش فيه قبل الهجمات وحيث كان يدير حانة مع شقيقه إبراهيم أحد انتحالي باريس لدفن الخميس الماضي في بريكسل لكن بعد ذلك جاءت ضربة بريكسل كبرى في المطار ومحطة المترو فقد تم تعرف أخيرا على منفذي الهجومين الذين يتبنهما تنظيم الدولة الإسلامية ومع ذلك لا تزال هناك بعض النقاط الغامضة تطلب توضيحات من قبيل كيف وقع الهجوم في المطار واختراق الحواجز الأمنية المعمول بها في كل مطارات العالم كيف نفذ الهجوم في المترو ساعة بعد ذلك كيف تم التخطيط لكل هذه العمليات وهل أن التفجيرات جاءت سريعا بعد اعتقال صلاح عبد السلام بعد أربعة أيام من اعتقاله هي رد فعلا على ذلك وسعي لإنجاز مهمات كان مخططا لها أم أنها كانت مبربجة منذ فترة ومخطط لها على مدى أسابيع أو أكثر حيث أن الاستطلاع والتنسيق والأعداد لهذا النوع من الهجمات يستغرق عدة أسابيع وليس أياما لقد ربما كان هناك مخططا ما يسعى المهاجمون لتنفيذه لكنهم سرعوا التنفيذ في أعقاب اعتقال عبد السلام فيما عن الرئيس التركي رجل طيب أردوغانا أحد الانتحاريين الذين شاركوا في الاعتداء الدامي في مطار بريكسال كان اعتقل في جنوب تركيا في يونيو من العام الماضي 2015 وتم ترحيله تنظيم الدولة الإسلامية يضرب في أوروبا وتونس وله إمارة في ليبيا وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يوسع نطاق عملياته التي امتدت الآن إلى كود ديفوار بعد أن تم ضرب بورقينا فاسو وسينيغال ومالي قبل ذلك وعن التنظيم من الهجوم الذي استدف سحل عاج من تجعب السلام الكبير السياحي والذي أسفر عن سقوط ثمانية عشر قتيل من بينهم أربعة فرنسيين هو رد على العمالة التي تقولها فرنسا ضد مقاتله في منطقة الساحل والصحراء متوعدا فرنسا ومصريحها في البلدان أراضي الدول المشاركة في عمليات سرفال وبرخان وإذن فأن سؤال هذه الحلقة تعلق بالأرهاب الذي يضرب من جديد في أوروبا ورقعته تمتد في منطقة الساحل والصحراء وغرب إفريقيا كيف تتطور الأوضاع وما هي سبو المواجهة والإحاطة بمختلف جوانبه نستضيف الدكتور عبد الرحيم منارسليمي رئيس المركز المغارب للدلسات الأمنية وتحليل السياسات وأستاذ العلوم السياسية بجامعات محمد الخامس مرحبا أستاذ منارسليمي أهلا وسهلا والدكتور المساوي عجلوي الخبير في الشؤون الاستراتيجية العربية والأفريقية والأستاذ الباحث بمعدة دلسات الأفريقية بالربط مرحبا أستاذ موساوي أهلا سيبراهيم إذن أستاذ منارسليمي من باريس إلى بروكسل وكذلك من بروكسل إلى باريس خلية واحدة خليتان أم خلايا لكنها يبدو أنها مترابطة أولا ما بين ضربة باريس وضربة بروكسل شبكة تحليل الأمن لجماعات الإرهابية تتغير الكثير كان يعتقد بأن الأمر مجرد عملية انتقام لاعتقال القياد الإرهابي صالح عبد السلام ولكن يبدو أن الأمر أكبر من كل هذه التفسيرات أولا يبدو من خلال ضربة باريس أننا أمام ضربة بروكسل أمام ما يمكن أن نسميه بداعش أوروبا داعش هو نظام ولكن يبدو بأنه بدون تنظيم مركزي بدأ التنظيم المركزي نتيجة الحصار بدأ يتهلهل فالأمر يتعلق بتنظيمات مستقلة هويات إرهابية محلية واقع جديد موجة إرهابية جديدة وجوه جديدة بروفيل جديد واقع جديد فيبدو بأنه داعش نجح فيما لم ينجح فيه القاعدة على اعتبار أنه باتلت لديه بنية إرهابية محلية في أوروبا التحليلات تقول بأن التنظيم بدأ نتيجة الحصار الذي ضرب عليه في سوريا والعراق يبتعد عن أهدافه الأساسية القائمة على تأسيس دولة الخلافة وبدأ يركز على مهاجمة أوروبا ومهاجمة أيضا دول أخرى أو مناطق أخرى قديمة أوروبا وشمال إفريقيا أيضا يبدو بأن التنظيم بدأ يعتمد على ما يسمى عادة الآن في الدراسات السياسية بالنداء الاجتماعي والأنتروبولوجي بمعنى أنه ليس بالضرورة أن يكون هناك شخص انتمالي التنظيم أو تدرب في الأراضي السورية والعراقية ولكن انتقلت الفكرة ما تم ترحيل هذا الفكر الإديولوجي للتطرف وبات موجود في أوروبا الدليل على ذلك أن هناك بعض الأشخاص هم غير معروفين إذن نحن أمام جيل داعشي جديد قدراته متطورة وخطيرة البروفيلات مختلفة نتحدث عن العشراوي صلاح عبد السلام بمعنى أن هناك قيادات جديدة والخطير هو أنه متمكن أولا من استعمال أدوات التكنولوجية أيضا متمكن من القدرة على اختراق الممرات الأمنية لذلك يبدو بأننا الآن أمام كما قلت جيل جديد ولكن الخطير هناك حاضنات شعبية اجتماعية في أوروبا حاضنات بمعنى أنها بدأت تفرخ التطرف إذن كل التحليلات التي تقول بأن هذه العمليات رسمت مثلا فرقة يبدو بأنها بدأت تضعف هناك تنظيم موجود اليوم انتقل إلى أوروبا كما نتحدث عن داعش في ليبيا بدأت هذه الموجة تنتشر والخطر كبير على أوروبا لماذا؟ لأنه اليوم النقاش بين الأوروبيين هو فيه نوع من المجموعة من المشاكل قد تقود إلى إغلاق الحدود بين هذه الدول بل أنه داخل دولة معينة مثلا نقاش بين البلجيكين أنفسهم فالإرهاب قد يشتت دول اليوم خاصة أن دول أوروبية هي هشة ليس كما يعتقد الكثير نقاش حول ما يسمى بالدولة الأمة في أوروبا إشكالية الإدماج الكثير ينسى بأن هناك 25 مليون مسلم موجودة وبدأت هناك العديد من ردود الأفعال إذن الوضع صعب جدا ولكن يبدو بأن داعش نجح في تحويل إرهاب إلى حرب عالمية في ذات السياق أستاذ موساوي يمتلك الإرهابيون يظهرون أنها جمت في أوروبا باسم تنظيم الدولة الإسلامية هامش تحرك يتيح لهم على ما يبدو تحديد هدافهم وتوقيت عملياتهم بتنسيق دون تنسيقا مباشر مع المرجعات الأساسية بتنظيم الدولة الإسلامية أي أن الأمر يتعلق هنا بخلية تتحرك باستقلالية ثم الغطاء يأتي من التنظيم طبعا لكن القرار نيائي لم يتخذه أبو بكر البعددي أنا أعتقد أن يجب ربط ما يقع في أوروبا الغربية مع ما يقع في المشرق الآن هناك نوع من التمدد من ارتداد الإشكالات الأمنية والعسكرية الصراع مع تنظيم الدولة هناك ارتداد على مستوى أوروبا الغربية بالتأكيد أن داخل أوروبا الغربية هناك تصدعات وقلنا غير ما مرة بأن التنظيم الدولة والحركات الجهادية المتطرفة غالبا ما تنمو وتنبت في هذه التصدعات التي ترتبط إما بمشاكل إثنية مشاكل مجموعات مجموعات مهمشين مهمشين داخل المهمشين إلى غير ذلك بمعنى آخر أن ما يجري أو ما جرى من عمليات لتنظيم الدولة في باريس أو في بروكسل ربما قد نقرأها بأنها تطور لتنظيمات داخل أوروبا الغربية وأيضا قد نقرأها على أساس أنها ربما رسالة من تنظيم الدولة إلى أصحاب القرار بالخصوص الغرب بالخصوص رؤية المتحدة الأمريكية ومحاولة استغلال التناقض بين روسيا وأوروبا الغربية هذه الرسالة مفادها كلما ضغطتم علينا في المشرق كلما ضغطنا عليكم في أوروبا الغربية ولاحظنا أيضا حالة توازي بين عندما يتكمش يتقلص نفوذ تنظيم الدولة في المشرق في سوريا وفي العراق كلما تعددت العمليات في مناطق خارج حدودها خارج مجالا التحكم فيه لاحظنا اليوم موازاتا مع ما يجري في أوروبا الغربية امتدت العمليات إلى قلب بغداد إلى قلب عدد من المدن العراقية وتركيا وتركيا أيضا أنا أعتقد أنه لا زالت هناك حالة هذه التوازيل هناك ارتباط قد لا يكون هناك ارتباط تنظيم مباشر لأن تنظيم الدولة يعتمد في تنظيمته على نوع من الحرية عدم الربط بين التنظيمات المعبئة والموضفة داخل التنظيم هي قيادة مركزية تفسح المجال من مبادرات المحلية بالطبيعة يكون لقاء بين المبادرة المحلية والمبادرة الأساسية بتأكيد أن هناك خيط رابط بتأكيد لأنه لا يمكن أن تقعد الأحداث صدفة أو فجأة عندما تربطها كتركيبة كاملة تجد أن هناك نوع من الارتباط والتوافق لكن الذي لاحظنا أن تنظيم الدولة عندما يوظف عدد من شباب بخصوص الجيل الثاني والثالث والرابع يحاول دائماً أن لا يقع النوع من التواصل بين المجموعة الأولى متن أليف والمجموعة عندما تقوم المجموعة أليف بعملية ما يتم تصفيتها مباشرة بعد بداية العمليات لأنها أولاً تلبي المطمح الإعلامي لتنظيم الدولة لأن هؤلاء هم جهاديين شهداء ثم قطع الطريق تنظيمياً مع المجموعة الثانية التي تأتي بعد المجموعة أليف وهذا ما لاحظنا الآن في أوروبا الغربية بتأكيد على أن ما وقع في بركسل وباريز سيجد له صدا ولكن أيضاً سنجد أنه الآن تم التركيز على بلجيكا لأنه إلى لاحظة أن العمليات التي تمت في باريز المنفذون ولا أقل أصحاب العقل المدبرين الذين نفذوا هذه العملية المنفذون أو ما نسمع بحطب هذه العمليات هم من شباب الذين يسكن المتركيز أساساً في بركسل وفي بلجيكا في ضواحي بركسل بالتالي تم نقل عمليات إلى باريز لنمتعرفون بأن باريز خاصرت أوروبا على مستوى المشاكين لأن هناك نقاش حول نزل الجنسية حول تصويت المهاجرين إلى غير ذلك في فرنسا هناك قوة لليمين المتطرف تم ضرب فرنسا فبالتالي استهداف أوروبا الغربية سيمتد لأنه لاحظنا كذلك في تركيا تنظيم الدولة دائما يخلق المشاكل يؤجج التناقضات يختار اللحظات التي يكون فيها إما تصويت كما لاحظنا في انتخابات الجهوية في فرنسا أو انتخابات المقبلة الأوروبية بمعنى آخر أن هذه العملية الآن نلاحظ كأنه بقعة زيت التي انتشرت في المشرق العربي الآن امتدت إلى غرب أوروبا ونرىها كذلك تمتد في شمال إفريقيا أستاذ منرسليم كيف وجدت هذه الخلايا؟ كيف تشكلت وتوفرت لها كل هذا السلاح والذخيرة كمية هامة؟ من أين جاءها؟ كيف؟ هي أسئلة كثيرة؟ أولا الأرقام بمعنى أن المؤتمر الذي انعقد في المغري في مدينة موراكوش في ديستون بالرمادي والذي جمع مجموعة من الخبار الأمنيين في العالم كانت تشير بأن الظاهرة المقبلة وهي عودة المقاتلي الإرهابي الأجاني الأرقام في أوروبا كانت تشير إلى تقريبا ما يعادل خمسة ألاف بالنسبة للفرنكوفونين حسب أرقام الأخيرة الجهاد الفرنسيون والبلجيكيون حوالي 1600 ألف في سوريا والعرب إذا أدخلنا بلجيكا وفرنسا وألمانيا وأدخلنا أوروبا الشمالية بمعنى أن الرقم عادة هذا الرقم يتم متكت ومعنى أنه يصل في فرنسا وحدها تقريبا 1700 بمعنى أن كانت هذه واضحة رغم أن الأرقام هي فيها نقاشات بدأت العودة وكانت هناك تحذيرات أولا هناك عودة بجوازات سفر مزورة هناك أسماء غير مسجلة بمعنى أسماء الجيل الذي كان يسمى القاعدة القديم هو معروف ولكن عودة لأسماء هي غير معروفة كان هناك الأنتربول يشير بأن هناك اختراقات وعدم تعاون بين الدول الأوروبية لاحظنا مثلا انتقادات بأن المعلومات لا تقدم بطريقة مطلقة ولكن تقدم معلومات محدودة الإشكال هو أن عودة هؤلاء الأشخاص والقدرة مثلا لديهم إمكانية كبيرة على مستوى التمويل على مستوى التحرك القدرة على شقق وعلى القيام مثلا بعمليات الآن هناك مثلا ضربة بروكسيل تشير إلى أنه تم تصنيع مجموعة من أدوات انفجار بأدوات محلية الكل يتذكر بأنه كان هناك مجلة داعش كان قد نشرت واحد المثال يقول بأنه بإمكانك صنع مثلا سلاح من مطبخ أمك هما طبقوا هذه العملية مثلا ما يسمى بطلاء للشعر إلى غير ذلك كلها قادت إلى إنتاج هذه المتفجرات التي وقعت اليوم ولكن السؤال المطروح هو أعين مثلا سواء أجهزة المخابرات الفرنسية أو أجهزة المخابرات البلجيكية فيبدو بأنه لم تصل حتى أن صلاح عبد السلام كان موجود قريب من الحي الذي هو ولد فيه وتعرع فيه إذن هنا نتحدث عن مشاتل نتحدث عن احتضانات ولكن المتوقع الآن أن هناك قيادات كبرى لا زالت لم تصل إليها الأمن الأوروبي هي التي تمويل هي التي توجه من بعيد ولاحظنا بأن هناك تضارب على مستوى الأسماء لكن الخطير هو هذه الاختراقات معنى اختراقات لمناطق التي هي مناطق يمكن أن نسمي المرافق التي هي كبيرة مثلا مطار محطات المترو إلى غير ذلك وكانت هناك تقارير منها مثلا التقارير الروسي الذي يتحدث منذ أسابيع على أن داعش في أوروبا هو يتدرب على توظيف طائرات بدون طيار صغيرة لضرب مثل ملاعف في كرة القدم إذن هناك اختراقات كبرى وهناك تهديدات المنشآت النموية تهديدات المنشآت هي قادمة هناك هذه المسألة القتل الحارس والاستيلاء على البطاقة هي كله بمعنى أن الأسلحة البيولوجية يسميها داعش بالأسلحة البيولوجية ومرض الطاعون كل هذه الأمور هي قادمة ولكن هذه اكتشفت أظن مواد مشبوهة في المغرب في تفكيك أحدى الخلايا هي تشمى بمعنى أنه مثلا إذا حاولت أن أربط بين تونس وبين أوروبا وبين ما وقع في الخلية التي تم تفكيكها في المغرب ففي تونس دوبيط طالب وهو ينتمي إلى الحقل الجامعات الفيزياء فإنه على مستوى الحاسوب أن هناك العديد من الوثائق التي تشير إلى كيفية تصنيع بل أنه في المواقع اليوم داعش استطاع أن يقوم بهذه الحرب الإلكترونية ويعطي لكل شخص إمكانية القيام بهذا التصنيع ولكن في أوروبا يبدو بأن الممرات هي مفتوحة حتى أن الشريط الذي يمتد ما بين بروكسيل وباريس هو غير مراقب إذن هناك اختراقات أمنية ولكن لما يكون هناك نقاش بين الأوروبين فهم عادة يخرجون ورقة الحريات ولكن هنا يجب توضيح بأن داعش كان له إطار استراتيجي للامتداد الجغرافي استطاع أن يحققه الكل يعرف بمعنى هناك اليوم حتى على ما يسمى بتوجيهات الأولى هي تجاوزها كان بالنسبة إليه هناك مناطق هناك إمكانية الدفاع عن الأراضي التي استعالها داخل العراق وسوريا والتوسع إقليميا في شمال إفريقيا وأوروبا كانت تعتبر بعيدة اليوم أوروبا بالنسبة إليه قريبة إذن هذا هو التحول الموجود ولكن يبدو بأن هناك خلل أمني في الشبكة الأمنية داخل الأوروبيين غياب التعاون البريطاني اليوم يغلقون المنافذ بالنسبة لألمانيا لها توجه أخر مثلا الألمان اليوم يقدمون تفسيرات أخرى يقدمون لتفسيرات مثلا التي عملت الاستيلاء التي قامت بتم بها بعض الأشخاص من الشرق أوسط على المساجد وكيف أصبحت حاضنات للتطرف ولكن اليوم يجب أن نحلل بنظريتين نظرية الإرهاب ونظرية التمرد بمعنى جيل لم يتم إدمجه داخل أوروبا يتمرد على أوروبا بعد أن تم ترحيل إدروجية التطرف إذن القادم سيكون أصعب وسيكون أسود سواء في أوروبا أو في شمال إفراقيا إرهابيون جدد لكن الغالبيات كما تابعنا لهم سابق قضائية قبل أن يستقروا في نهاية المطاف في حضان قريبا كل البروفايلات المجموعة التي انتحقت بهذه التنظيمات غالبا إما عناصر كانت هامشية جلوها عناصر هامشية ظاهروا أنه يعتمدون على العناصر الهامشية أو المهمشين ثم المنحرفين أن كثير من الشباب الذي أمضى سنوات في السجن لسبب من أسباب جريمة عابرة أنه التحق بهذه التنظيمات وهذا هو السؤال تدقل ما قاله سي زميل مانار لماذا تتحول المجتمعات في أوروبا الغربية إلى مشاتل لإنتاج هذا البروفايل هذا هو السؤال الذي على الأوروبيين أن يطرحوا الفاعل أصحاب القرار الأوروبيين أن يطرحوه لاحظنا أنه عوضة طرح السؤال الحقيقي والجواب الحقيقي التجأوا إلى الحديث عن المراقبة في الحدود عن زيادة عدد الجنود والشرطة للحضور في الشارع لإتبات أنه بالفعل الدولة حاضرة ولكن السؤال الحقيقي لماذا يتحول هؤلاء المهمشون هؤلاء المنحرفون يتحولون إلى جهاديين ولوحظ كذلك أن مستوهم التقافي ضعيف جدا وأنهم غالبا ما يتم اللجوء إلى هذا البروفايل لممارسة أقصى درجات العنف وهذا ما يفسر مثلا تفجيرات في قلب المطار أو قتل أطفال ونساء إذن هذا المسار الإرهابي الجديد لكن من الذي أطره الأخطر من ذلك نتحدث عن الإرهابي كيف وصل إلى هذا الحد إذن هناك من أطره وهيئه سيبراهيم نتحدث غالبا في الإعلام بالخصوص عن اعتقال خلية إرهابية عن مقتل خلية إرهابية عنصر إرهابي عتقل كده كده نتكلم عن من الذي صنع ذلك الإرهابي السؤال أن هذا الرجل ليس فقط الخلية التي نفدت العملية إلى جانب الخلية التي نفدت العملية هناك من جند هؤلاء تماما وهذا هو السؤال خلية جنيد أساسية ومن أطر هؤلاء وأيضا الخلية اللوجستيكية لاحظنا في باريز أو بروكسيل أن هؤلاء يتجولون في غراب في مفروشة مأجورة بهويات مختلفة بمعنى أن نحن أمام تنظيم متماسك ومتقاطع من حيث الأهداف ومن حيث المصالح وأيضا أن هذا التنظيم ليس فقط تركيز على من ينفد ولكن من يؤثر من يدعم إلى غير ذلك في تونس انتبهوا مؤخرا إلى هذه العملية لاحظوا أن عدد كبير من الشباب التونسي وربما قد تحدثنا هذا فيما بعد ينتقلون إلى ليبيا ويركزون على من تقل دون التركيز على من بقي في تونس يؤطر ويجند وكذا وكذا فبالتالي التأطير قوي والدليل هو أنه في هجمات باريز السؤال الذي يحير أي أب كيف يمكن لأب له بنت عمرها خمس سنوات أن يقدم على المشاركة في هذه العمليات انتحارية يعني لكي يمر من طبيعته الأب إلى منتحر يجب أن يمر من مرحلة غسل الدماء قوية جدا هذه العملية من يؤثرها كيف تؤثر أنا لا أعتقد أن فقط الأنترنت الذي يميس هذه العملية هناك خلايا تأطيرية وهذه الخلايا التأطيرية هي الأساس والخلايا المجندة وهناك عقل مدبر في مكان ما أبعود لم يكن العقل مدبر هو منفذ ومنصق العقول المدبرة القوية لا تظهر في الواجهة قد لا تظهر أبدا ولكن الأساس أن أعمالها تظهر في هذه العمليات أعود أستاذ منار إلى نفس السؤال يعني الرهابي المنفذ الرهابي المخطط لكن قبل أن نصل هذه المرحلة هناك من أطره وجهزه وعلمه ودربه إذن هذه تحتاج إلى وقت والتأطيرية يحتاج إلى مكان إذن ودائما نتكلم عن المؤطرين الحقيقيين كيف يشتغلون وكيف يشتغلون لماذا العملية الإرهابية هي مسلسل نحن عادة نحل الفق التنفيذ ولكن دعني أوضح بعض العناصر هنا لاحظ معي بأنه مثلا في عمليات أوروبا هناك ظاهرة الأشقاء هناك مثلا خليد البكراوي إبراهيم بكراوي قبلهما مثلا الكواشي نتحدث عن إبراهيم عبد السلام صلاح عبد السلام بمعنى أن هذه العملية تبين بأنه وراء وراء المنفدين هناك جهة تمويل وهناك جهات تقوم بعملية تأطير هناك سراع اليوم في أوروبا ما بين إسلامات متعددة والإسلام الخطير هو الإسلام الذي يأتي من الشرق الأوسط هذه معروفة أكثر من ذلك هناك تمويل للمساجد هناك تمويل وتهريب للدين إلى مجموعة من القاعات التي هي غير مضبوطة إذن ما وقعه هو أنه هناك النوات التي هي داعش وقبلها القاعدة موجودة ولكن تم ترحيل إيديولوجية التطرف والإيديولوجية الجهادية باتت موجودة في أوروبا هناك أسماء مثلا نسمع عنها بأنها رحلت إلى سوريا ولكن هناك أسماء لم ترحل إلى سوريا بمعنى تلقت التطرف تلقت فوق الأراضي الأوروبية إذن هناك من يمول وهذه واضحة وهناك من يجند وهناك من ينفد وهناك أسباب تفسر هذه العملية اليوم هناك حديث عن أسباب نفسية بمعنى دراسات لمصارات الإرهابيين وجدوا بأن هناك أسباب نفسية أسباب اجتماعية الترام في فهم النظام الدولي ثم عناصر أخرى أن التعبئة كانت داخل السجون مثلا ففرنسا مثلا خلال سنة وضعت كتاب أبيض في حوالي 474 صفحة فيه مجموعة من الإجراءات ورغم ذلك لم يتوقف إذن الخطير وهو تم ترحيل هذه الإيديولوجيا إلى أوروبا ومن المتوقع أن يكون هناك جيل آخر بل أن الدراسات مثلا في ألمانيا اليوم هناك دراسات تقول بأن الشباب أول ما يتلقى منذ البداية يصبح شيء هذا حرام وهذا حلال بمعنى إلى درجة أنه بعد مرحلة معينة العائلات تقول بأنه يصبح لديها كل شيء محرم لدى أطفالهم نحن الآن معاود الموجز الأخبار سنعود بعده المتابعة من حيث توقفنا